اشتركوا في القناة اولا بشكل عهم رؤية الطماطم من الرموز اللي في الغالب بتكون رؤيتها محمودة اولا الطماطم بيكون بشارة بحالة نفسية جيدة هيعيشها الرأي بطاقة ايجابية من الرموز اللي بتدل على الرزق وعلى رزق حلال كمان على الزواج وعلى الانجاب في اغلب الرؤى من الرموز اللي بتبشر باخبار السارة وبشارات سعيدة اكل الطماطم لما يشوف الشخص المريض انه بياكل طماطم وكانت الطماطم طعمها حلو كانت حمراء فبيكون بشارة بالشفاء وبالتعافي والعكس لما يشوف الرأي انه بياكل طماطم كانت غير صالحة للأكل او كانت طعمها سيء فمن الرؤى اللي بتدل على حظ السيء للشخص كمان رؤية زراعة الطماطم لما يشوف الرأي انه بيزرع طماطم فده رزق ورزق كتير كمان هيحصل عليه الشخص لو كان الشخص او الرأي تاجر او بيمتلك عمل تجاري فبيكون بشارة ليه بالنجاح في عمله ده وكمان تحقيقه ارباح ومكاسب كتير جدا كمان الشخص الفقير لما يشوف انه بيزرع طماطم فبيكون بشارة ليه بالغنى وبيه السراء كمان الشخص المهموم او الشخص اللي عنده قرب فبشارة بتفريغ عمه الطماطم كمان او زراعة الطماطم او جاني الطماطم من الروع اللي بتبشر بترقية وبمنصب وزيادة في المرتب كمان لو كان الشخص مديون وشاف انه بيجني او بيزرع طماطم فده سداد ليه ديونه الطماطم جمان او جاني الطماطم ده رزق ورزق كتير على حسب اللي جانيه او حسب اللي حصل عليه الجاني الطماطم كمان من الرموز اللي بتبشر باستجاب الدعوة وبقدوم خير وكمان حظ سعيد وعلى راحة نفسية لما يشوف الشخص انه راحل السوق او راحل السوبر ماركت عشان يشتري آآ طماطم لكن لا ان الطماطم غالية جدا ومش قادر انه يشتريها آآ اولا عدم القدرة على شراءها من الرغل شوية بتدل على صعاب ممكن يواجهها الرأي او متاعب بشكل عام او تحديات في حياته بشكل عام آآ كمان آآ العكس لما يشوف انه هو آآ راح عشان يشتريها لقاها رخيصة وقدر انه يشتريها بسهولة فده غنى وآآ رفاهية وتحسن في آآ ظروف الرأي وكمان آآ على حظ آآ سعيد لما يشوف الشخص المشترى آآ طماطم ولكن لقاها انه هي مش مش نطجة انها لسه آآ يعني مش نطجة كفاية فده خير كتير هو هيحصل عليه ولكن يمكن بعد تعب او بعد آآ شقة كمان شراء التماطم الخضرة برضو من الرؤى اللي بتدل على التعجل او التصرع في امر معين او اتخاذ قرارات هتكون القرار ده شوية آآ متسرع آآ احيانا كمان من الرؤى اللي بتدل على آآ حدوث امور يمكن غير متوقع او قبل اوانها ممكن تدل مثلا على التعجل في الزواج او الزواج المبكر فآآ جني التماطم او شراءها وهي خضرة فده من الرموز اللي بدل على استعجال او حدوث امر يمكن غير متوقع او امر هيحصل بسرعة المرأة المتزوجة لما تشوف انها بتشتري طماطم مع زوجها فده خير كتير هيحصل عليه سواء هي او زوجها وهيكون آآ هتكسب مال من حيث لا تحتسب او من آآ طريق كانش منتظر ان تكسب منه آآ فلوس كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الطماطم فبيكون بشارة لها بالخير وبالصحة وبتغيير آآ في احوالها آآ يمكن من بعد تتغب كمان الفتاة العزباء الفتاة العزباء برضو لما تشوف انها بتاكل الطماطم فمعنى كده ان هي هتدخل في آآ مشروع للزواج او هتتعرف على شخصي يمكن آآ آآ هينتهي التعارف ده بالزواج كصوصا لما تشوف ان الطماطم كان الطعمها حلو كمان كان لونها آآ آآ احمر الطماطم الكتير قوي ليه الفتاة العزباء من الرموز اللي بتطلع على حب وعلى مواده بينها وبين الناس المحطين آآ بيها كمان الطماطم آآ آآ لي الفتاة العزباء برضو من الرموز اللي بتطلع على ساعة في رزقها لو كانت بتسعى لعمل وشافت انها بتجني طماطم او بتشتريها فتح اصولها على فرصة عمل كمان من الرموز اللي بتبشرها بالزواج القريب والزواج من شخص هيكون على خلق وعلى آآ يعني شخص ملتزم آآ رؤية المرأة الحامل كمان للطماطم لما تشوف المرأة الحامل كمية كبيرة من الطماطم فده رزق ورزق كتير جدا هتحصل عليه ممكن حتى كمان بعد آآ ولادتها لما تشوف انها بتشتري طماطم وطلعت الطماطم دي آآ سليمة ولونها احمر فده آآ ولاده آآ سهلة ولاده ميسرة وكمان صح عليها ولي آآ جنينها الرجل كمان لما يشوف انه هو بيشتري الطماطم لما يشوف انه بيشتري حبة واحدة من الطماطم فمعنى كده انه هيحصل على آآ آآ امرأة آآ آآ زواجها يتزوج لو كان هو غير متزوج او هيتزوج للمرة التانية خصوصا لما يشوف ان الطماطم حمرة وكمان فاش اي آآ آآ عيب فده بيعود على الزوجة آآ آآ كمان آآ لو كان غير متزوج فبيكون بشارة ليه بالزواج من امرأة صلحة ومن امرأة على خلق الطماطم الخضرة آآ بالنسبة للرجل من الرموز اللي بتدول على رزق ولكن الرزق ده هيجي بعد ضعب او بعد عناء سواء آآ العناء ده كان عناء جسدي او نفسي آآ آآ كمان الطماطم الخضرة آآ لما يشوف انه هو بيحصدها فمعنى كده انه هو مستعجل في امر معين او بياخد قرارات شوية آآ متسرعة ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة بروية الطماطم آآ آآ في المناين بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او اسسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام